هاي كيف كنت؟ اتمنى تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بالقراءة شهرية لبرج السرطان رح حاول أحكي فيها الأحوال العامة والعاطفية إلى كل الشريك كذلك رح تحدث كذلك حتى عن العذاب وبدي أقول أن هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع وفي إمكانية أن تكون قراءة عكسية إذا تحدثنا عن الوضع العاطفي قبل ما أبدأ القراءة يا برج السرطان بطلب من كل الناس المستمعين اللي عم يتابعوني على القناة إنو يشتركوا بالقناة على الإستجرام رح أتلاقوها بالتسكريبشن بوكس أو بصنبوق الوصف أوكي بالداية يا برج السرطان عم شوفك كأنو عم تفكر بشيء حاسم جدا أو بشيء تغير في حياتك في شيء تغير بحياتك يا برج السرطان وكأنو متعبك ودائماً عم تبحث عن الاستقرار ولا تجدوه ممكن بدأت عمل أو بدأت علاقة ومنجح الأمر معاك ودائماً أنت في البحث عن ذاتك وهو البحث عن فرج يا برج السرطان كأنو عم تبحث بالعلاقات وتبحث بالعمل بس ما بتلاقي نتيجة أبداً عم شوف أنو هذا الأمر يؤرقك يا برج السرطان عم نشوف حتى أنو الحبيب أو طاقة الحبيب بتطلع بالـ يعني ممكن هذا الإنسان يشتغل بأي شيء يتعلق بالتجارة ممكن هذا الإنسان كذلك يشتغل بالقانون يشتغل بالكتابة ممكن كذلك حتى أنو يكون على علاقة ثلاثية أو هذا الإنسان عنده أشياء تشغله عنك يا برج السرطان ممكن هو مثلاً عنده العمل هو الطرف الثالث وأنت هو الطرف الثاني والطرف الأول هو الشريك ممكن فيه انشغال بالعمل وانشغال بأشياء أخرى ما بتخليه أصلاً هذا الإنسان يلاقي وأتلاقي لك ممكن عنده كتير مهام ومسؤوليات ممكن حتى أنو عمشوفوا هذا الإنسان عنده قلب كبير عطوف جداً ممكن حقيقة يكون عنده أطفال عمشوفوا لهذا الشخص حساس جداً وعنده جانب حسي جميل ممكن حتى أنو يخفيه عن الناس عمشوف على أنو عندكن مشاكل بيناتكن أو فيه مناوشات بيناتكن ما عمشوف الأجواء الجيدة بس ما عمشوف فيه خصامات ومشاكل كبيرة عمشوف أنو الشريك ممكن ما بتحكم مع بعض أو ممكن فيه زعل عمشوف بلوك ممكن أنت عمله بلوك أو هو كذلك عمشوف أنو الكلام أو استمرارية الكلام ما فيه ما فيه كلام بيناتكن عمشوف الأمور أنو أنت شوية متكبر وعندك نفس كتير قوية وعندك كبر كتير قوي عمشوف كأنو رافض أبدا أنو أنو تطلب السماح إذا كان هذا الأمر يريده هو عم تحس أنو العلاقة ما فيه أخذ عطاب تحس أنو العلاقة ما فيه ما فيه توازن أبدا كأنو أنت عم تشعر أنو تعطي كتير بالعلاقة والآخر لا يعطي شيئا لهيك عمشوفك يا برج السرطان متكبر شوي على هذا الأنسان وما راح تعطيه وقت أو ما راح تعطيه اهتمام كبير أما بالنسبة يعني بالوقت الحالي فأنا عم شوف أنو هذا الإنسان أمامه اختيارين ممكن علاقتين ممكن كتير أمور ممكن حتى أنو كتير أشياء عم تخليه مثلا مشوش الفكر عم تخليه ما أنو مركز على أمر واحد ممكن شغل ممكن علاقة ثانية في كتير أمور ممكن حتى العائلة بتشغله وما بتخليه مركز على قرار واحد أما بالنسبة إليك فعم شوف أنو الأمر أمر الشغل وموضوع الشغل أنت محتاج أنو تشتغل محتاج أنو تكون مستقر بعمل أنو ما تكون مادد إيدا بدك أنو تشتغل بدك أنو تكون مستقل بذاتك عندك مالك الخاص عندك طموحك الخاص أنو مش العلاقات كل شيء بالنسبة إليك برج السرطان كذلك عم شوفك تعبين اتجاه الأموال أو اتجاه العمل بس عم شوفك عم تلتجئ بالوقت الحالي للبيت أو الأسرة أو الكنف العائلة يا برج السرطان عم شوفك حتى على أنو أنت تريد عدالة حتى إذا هذا الإنسان ينوي الرجوع على عائلك أو يريد إصلاح أمور بينك وبينه فأنت تريد العدالة تريد الإصلاح بس يكون بشكل عادل بدك أنو هذا الإنسان يتغير يبتعد عنك ما بدك أنو يعني ما بدك تساون بالعلاقة أبدا يعمل هذا الإنسان مجهود بالعلاقة يبتعد عنك ويتركك يا برج السرطان لا يلبي قلبه تجاهك عم شوف حتى أنو العوضاعية برج السرطان جيدة أبدا وعم شوف على أنو ممكن للبعض منكم اكتشفوا خيانة أو اكتشفوا طرف ثالث ما عم يحبوا أصلا وأنو يساوموا بالعلاقة أو يعطوا فرصة لهذا الإنسان لأنو اكتشفوا شيء مش جيد لأنو كمان هون بيقلك المعرفة كأنو أنت اكتشفت شيء أو عرفت شيء وهي الأشياء اللي اكتشفت يا برج السرطان كأنو خلاتك تشوف الحياة أو تشوف الحقيقة على الشكل اللي هو صحيح أو اللي تشوف الوجه الصحيح ما صار عندك هيكل الفرشات والحياة جميلة وتشوف الأشياء بشكل ملون صارتك تشوف الحقيقة سواء سيئ سواء جميلة بالنسبة لك كمان عم شوف على أنو في كتير كأنو يقست يا برج السرطان من هذه العلاقة وكأنو أنت بتشعر أنو هذه العلاقة فمهما قدمت لهم ما رح تعطيك نتيجة كأنو مللت من هذه العلاقة أو مللت عامة من كثرة العلاقات أو العلاقات البائسة أو السيئية برج السرطان ممكن أنا عم شوف في وعد بالزواج لا أعلم لماذا يطلع لي طلعوا هذا الكارت لبرج الجوزع وكذلك حتى أنت أم شوفك ممكن يكون في يعني لأنو طبيعي برج السرطان يتزوج بهذا السنة وخاصة للناس اللي عندن تقريباً في 28 سنة لا أكثر وارد جداً أنو ممكن يتزوجوا وارد ما بقول أكيد لأنو زحل عاد إلى بيته والمشتري كدارك بالبيت السعبع فتقريباً أنو في كتير من برج السرطان رح نسمع عنهم المتزوجين لهيك عم تطالي طاقة الزواج يا برج السرطان بس أنا عم شوف الأحوال العاطفية مع هذا الإنسان مش جيدة وممكن في مشاكل في كلاكية في أشياء مثلاً في كبره والآخر بعد دوي كل كلام جارح وفي هذه الأمور يعني في مناوشات وفي مشاكل خفية برج السرطان عم شوف حتى أنو خطوته القادمة بالرغم من كل هذه الأمور رح تستمروا بالعلاقة بالرغم من كل هذه الأمور رح تحاولوا أنو تجدوا العلاقة وتظلوا مكابرين أنو تكونوا مع بعض يعني مش تاركين أنو العلاقة تنتهي ولا حابين أصلاً تنتهي ممكن بالمستقبل العلاقة يعني حتى بالمستقبل أنا عم شوف على أنو أنو رح تحتفظوا ببعض حتى لو كانوا في مشاكل كبيرة حتى لو كانوا ما بعرف شو بس أنتو بتحبوا بعض بتعشقوا بعض ومستمرين مع بعض حتى بالرغم من كل هذه الخلافات عم شوف أنا بالطاقات عم شوف برج الميزان عم شوف كذلك برج الأسد برج السرطان ممكن حتى أبرج هوائية نارية ترابية أما فما عم يتلعلي بكثرة بهذا القراءة عم شوف بس برج السرطان فبالنسبة لبرج العزاب برج السرطان فأنا عم شوفهم كأنو بالوقت الحالي عم يتذكروا الماضي وممكن في عودة شخص من الماضي لأنو عم مع السرطان في أحد من الماضي ممكن يرجع لإلك وممكن يطلب السماح منك وممكن يصلح العلاقة لأنو عم شوف في عودة لإله بس ممكن هذا الإنسان خانك بالسابق عملك أشياء عملنا جيدة أبداً وعندك مشاكل معه صراحة ممكن حتى أنو العلاقة ممكن حتى العلاقة ويكون فيي نوع منا التجريح لما يرجع هذا الإنسان ممكن تحكيله على قلبك ممكن تحكيله الأشياء التي آدت بهذا الإنسان بس عم شوف في عودة شخص يا طفتح لهي الطريق يو ما تفتح له المهم أن انا عم شوفي عودة الإنسان من الماضي لحياتك يا برج السرطان ممكن هذا العودة يا برج السرطان خاصة عزاج في البرج السرطان ممكن يكون فيي نوع منها طلب السماح وتلب إيدك ممكن يريد أن يتزوجك هذا الإنسان وممكن يريد كذلك أنه يصلح أمور عالق بينك وبينه حيث بالنسبة للوضع العاطفي أما بالنسبة للوضع العام فأنا عمشوف في تغييرات كبيرة تطرق بحياة برج السرطان ممكن للبعض منكم يكون في حمل أو ممكن يكون ولادة شخص بالعائلة طفل بالعائلة عمشوف أنه الأوضاع العامة التي تتعلق بالعاطفي يعني كأنه أنت بتحاول أن تحسن الأمور بينك وبين هذا الألسان عمشوف كذلك فيه ركود بالوضع المالي عمشوفك عم تبحث عن المال تريد تحسين المال بس ممكن الأمور مش جيدة بالنسبة لك عمشوف كذلك أنه بهذا الوقت تهتم أكثر للجمالك الخارجي والوضعك الخارجي ممكن تحب أنه تتزيان تتجمع أنه تشتري ملابس جديدة عمشوف على أنه عندك ممكن أرق بالنوم عندك أحلام مزعجية برج السرطان ممكن عندك حتى أشياء ما عم تخليك تنام دائما عم تفكر فيها بالليل عمشوفك أنه في قيود عم تقيدك كان ممكن بدك أنه تخطي خطوة للأمان بس عندك قيود ممكن حتى تكون فكرية ممكن ما تكون أصلا بالواقع ممكن أهي ممكن يكون أصلا أشياء عم تتخيلها أو عم تشوف أنه هي عوائق بس بالأخير هو عقلك اللي عم يعمل هذه العوائق ممكن حتى أنه يكون في أشياء أو في تصليحات بالبيت ممكن تشتري بيت ممكن تغير بيت كذلك مسكن بس عمشوفك أكتر الناس المطلقين ممكن أنه تأخذ نفقه من الأب على الأطفال عمشوف أنه الأمور بتحاول توازنها بس عمشوف أنه في تغيير أنت حاليا في سطط التغيير كأنه أنت ممكن تغير بيت ناس فيكم ممكن تتزوج تغير بيتها من عائلتها أو بيت عائلتها للبيت الزوجية ممكن في تغيير يحصل بحياة برج السرطان ممكن هذا التغيير ما تحسوا حلو بالأول أو ما تحسوا أنه سهل بالنسبة لألك بس هذا التغيير رح يشلوب لك نوع منه السعادة من بعدين بس بالوقت الحالي ما نهيين أبدا بالنسبة لألك برج السرطان عمشوف هذا التغيير ممكن عم يجيب لك ستراس عم يجيب لك مشاكل فكرية عم يخليك أنت عم تفكر بشكل من السلبية برج السرطان برج السرطان لما بيدخل مثلا بأشياء من التغييرات عم يحصلوا نوعا من التفكير السلبي بيخاف بيخاف من التغيير برج السرطان بس ما تخاف أبدا الأشياء رح تقون على حال إن شاء الله أم شك أنه أنت أمامك بابين أو أمامك اختيارين وبتحاول أنه تختار بينهم بس مش عارف أبدا ممكن تتلقى رسائل تتعلق بحبيب سابق أو الحبيب الحالي ممكن يبعث لك مسجات حب وجمال وكلا البعض منكم يكون في زواج فكرة السفر وارد ممكن هذا الإنسان بعيد عنك وممكن حتى أنه يريد الزواج منك ويريد ممكن هذا الإنسان بعيد عنك وممكن هو ببلد آخر ويريد أن تلتحق به بهذا البلد ممكن هو يكون ببلد بعيد عنك عمشوفه الوضع المالي مش جيد بالنسبة للسرطان عمشوفه الأوضاع عمتا بتتعلق بالوضع العاطفي أكثر أو الوضع المالي عمشوفه تغييرات تحصول بحياته بالوقت الحالي ما عمشوفه شيء إيجابي أبدا بس ممكن تكون أشياء إيجابية بعدين ممكن أن تتغيروا بيت عمتلع لي كذا مرة أنه راح تغير البيت راح تغير المسكن راح تغير حتى ممكن راح تكون متزوج كتير من برج السرطاني راح يتزوجوا بهذه السنة وخاصة من شهر سبعة لآخر السنة عمشوفه كتير زواجات لبرج السرطان بس ممكن بالوقت الحالي أنت متخوف من هذه التغييرات وعم جيب أراقية برج السرطان ما تخاف أبدا حاول أنه تكون إنسان قيادي حاول أنه تكون إنسان شجاع جدا بس التغييرات كلها لصالحة كي برج السرطان مش شيء سلبي أبدا بس أنا بنصح برج السرطان أنه يهتم كثير للعينين كد عليك ممكن يحاول أنه ما يدخل بموضوع الكعابة وموضوع الدبراشن حاول أنه يهتم شوي هيك بسحته وبتفكيره بالنفسيته كتير ممكن للبعض عم يحسوا أنه في صباح نفسي في صباح نصفي ممكن حتى أنه يعانوا من عدم نوم من قلة نوم ممكن حتى أنه عم يفكروا بأشياء سلبية عمشوف حتى أنه العينين عندهم مشاكل فيها بس عامة الصحة جيدة الحمد لله بهذا الشهر ما عمشوف في مشاكل تتعلق بالصحة ممكن عمشوف في تواصلات وفي كومينيكيشن على الإنترنت عمشوف فيك لقاءات مع أشخاص مختلفين الجنسية معك مختلفين الثقافة عمشوفك كانت تتواصل مع ناس بعيدين عنك مش بنفس البلد مش بنفس الثقافة مش بنفس الأشياء اللي أنت فيها يا برج السرطان حتى ممكن أنت عم تلتقي مع ناس على الإنترنت عم تحكي معهم في هذه الطاقة يا برج السرطان عمشوف ممكن حتى أنه عندك شكوك عندك أشياء فكرية وحواجز فكرية أكتر منها واقعية بس اهتم بصحتك اهتم بنفسك حاول على نفسيتك ووازن حياتك حوازن كل ما يتعلق بالمال هو العمل والعاطفي لأنه عن شوفه العاطفي يمركز عليها بهذه الفترة كتير هذا كل شي كان بالنسبة لك يا برج السرطان أمتمنى لك للخير والمسر لعزمتنا ترجمة نانسي قنقر